السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم يا شباب يا رب تكونوا بخير يلا في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله نكمل اللي تكلمنا فيه في الفيديو اللي فات وموضوع الكاردياك أريزميا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن البرادي أريزميا ان القلب يضرب بشكل اقل او بريت اقل من الطبيعي الجزء ده هنتكلم فيه بقى عن التاكي أريزميا انا حبي توفصلهم علشان ما ندخلهمش في بعض وما نتهمهمش في بعض وفنذكر واحد لوحده الجزء الاولان لوحد بتاع البلادي أريزميا ونذكر الجزء بتاع تاكي أريزميا لاني احيانا بيحصل لغبطة ما بين الانواع لاني التاكي أريزميا برضو فيها انواع كتير فممكن الواحد يتلغبط ما بين الانواع المختلفة فانزكر الاول جزء اولان انزبطه وبعد بكذا نذاكر الجزء الثاني هتكون الدينية سهلة خلص محاضرة الأريزميا من المحاضرات اللي تعتبر تقيلة جدا يعني تقيلة جدا في البطن كمان في سنة 4 او في 5 ما بالك لما يكون حد لسه في سنة ولا فانا بحاول لانا ايه اسهلها لكو يعني ان شاء الله تمام موضوع التاكي اريزميا ان القلب يضرب بكم او بريت اكتر من الطبيعي اكتر من المعتاد المفروض يضرب من 60 ل 100 في الديئة يعني بيت بر منت يضرب 60 ضربة في الديئة او 100 ضربة في الديئة طيب لو لقينا القلب بقى بيضرب 100 ضربة اكتر من 100 ضربة بقى 150 بيتين 300 ضربة في الديئة الحجهات دي كلها بنقول عليها تاكي اريزمي او تاكيككارديا طب بنقسمهم كده الاتنين كاتيجوري كبار حاجه اسم الفكرة من تاكيكارديا يعني ايه يعني لو التارية مسخ الاولى Luke يضرب بسرعة فوق الفت جه صورة استقرام الكربرا تاكيكارديا فلاقري kalo كانت المشكلة دي نبعه من الفكرة tänدي Marina بنقول عليها ايه تاكيكارديا طب اول نوع اول حاجه نبدأ بالتاكيكارديا ديكلف التاكيكارديا الفنتريكل وهناHY الـ المتنون لهم الـ الـ المشكلة هنا هنا في فوق ركز في الصورة دي كده المشكلة هنا في سيبق هيدي الصورة بتاع الـ بتاع الـ انا بس باكلم فيها بير فيرها باكلم مع السؤال نخطرس فإنما هو الـ الجنن وحصلت فيه workflow الـ البدأ بدأت لما تضرب من الـ مئة و مئة و خمسين مئتين او او لو حتة تانية في الاتريا الجننت وعملت حاجة اسمها اكتوبك فوكس حتة تانية في الاتريا بدأت تضرب من نفسها وبدأت تضرب بريت ابنورمال غير طبيعي اعلى من الاس انوت بدأت تضرب مثلا بمية وخمسين بيتين تلتمية في كده الحالات دي ايه اللي بيحصل الاتريا بيطلع نابضات كتير جدا جدا بس كده 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 في الاخر النابضات بتنزل فين بتنزل في الفنتريكل بتنزل عن طريق الاس انوت فده بيخلي الرسمة زي ما اتفقنا كده ان لو الكهرابا عدت في البندل اوفيس ده معنا ان ايه الانجل بتاعتنا او الرسمة بتاع الاي سي جي هتبقى شبه النورمال تشبه النورمال شايف هنا كده نارو انجل يعني الكوار اس كومبليكس مش واسع ومش عريض لأ هنا حده نازل شهور بكده لكن شايف عدد الكومبليكسات قد ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة الفرق ما بينهم هنا ما يكملش مربعين فده يعتبر تاكي كارديا القلب عمل يضرب بسرعة فخلي بالك يبقى هو هنا بيقولك ان في الحالات بتاعت السوبرا فينتريكولار سوري الحاجات بتاعت السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا ديت معناها ان الكهربا هتنزل في البندل اوفيس لان المصدر فوق الكهربا جاي من فوق فهتمشي هي او بتضرب كتير بس هتمشي في المصدر الطبيعي عن طريق انها تنزل في البندل اوفيس عشان كده كومبليكس بيبقى نوره طيب اول نوع عندنا بركزي في بقى ده اللي هو ايه نوع السينس تاكي كارديا شبه السينس برادي كارديا السينس تاكي كارديا معاناها ان الاس اي نوت بدأت تضرب بسرعة اكتر من الطبيعي بتضرب اكتر من 100 بقى من 100 الى 160 بيتس برمينت 160 ضربة في الدقيقة طيب الشخص اللي هو عنده سينس تاكي كارديا ده شكل السينس تاكي كارديا هو عبارة عن اس جي عادي اللي هو البي كوريس كومبليكس البي موجودة والتي موجودة بس الفكرة ان حصل ايه الريت بقى سريع جدا فهو نفس النورمال اس جي طبيعي لكن المشكلة كلها في الريت هو ريجولر الاس ينوت عملا تضرب بسهل بدل ما كانت بتضرب 100 ضربة بدأت تضرب 150-160 ضربة في الدقيقة فده شكل السينس تاكي كارديا طيب هيجي لك بايه الشخص اللي هو عنده السينس تاكي كارديا ده هيجي لك برابة هارت ريت عنده بلبطيشن عنده خفقان كده حاسس بضربات قلبه بسبب ان هارت ريت زاد منكن يجي لك بدوخة او فاتيج وده كله تفسيره عرفناه القلب يضرب ببطء وضرب بسرعة جدا ما هو مش يلحق يملى لما الهارت ريت يزيد يبقى الدياستول وقته هيقل انت بدل ما تضرب 60 ضربة بدأت تضرب 120 ضربة في الدقيقة فبدل ما الدياستول كان عنده نص ثانية يملى فيها بقى عنده ربع ثانية طيب حضرتك هل هتملى الفنتركل ده كم الدم اللي ينزل فيه في ربع ثانية قدي الدم اللي كان ينزل فيه في نص ثانية اكيد لا فلما بتزاود الهارت ريت ده ما بيديش فرصة للقلب والفنتركل يملى فما يملاش دم كويس فما يضخش دم كويس فالشخص دي يحس انه دايخ لان المخ مش وصله دم كويس وعنده وفتيج ضعف لان الخلايا والعضلات بتاع الجسم وكل حتة في جسم مش جلاه دم كافي يعني طيب في الغالب ده بيكون ايه يعني حاجة مؤقتة وبيحصل مع الاسترس مثلا واحد مضغوطة انت ذات نفسك ليت الامتحان لو شربت كافين كتير اي حاجة بتحس واحد بداي في بداية الاكسرسيز ايموشة مثلا خايف من حاجة قالوا خبر ممكن ايه السيمباساتك في الحلقة دي على شوية ما احيانا الاموشنز بتختلف في اموشنز ممكن تشغل السيمباساتك في اموشن زي ممكن تسغل بلا سيمباساتك في بداية الاكسرسيز السيمباساتك بي置 على شوية فعلشان كده الحاجات دي كلها ايه؟ lors جلس تزود تعمل صينستاك الكاردي برضو فيه درجة الحرارة ‫ونجا اخذنا هيسي برادي ان الهيبوثيروديزم والهايبوثيرمية ‫نقس درقه الحلارة كانت بتعمل ‫ المهم جدا الثيروتوكسوكوزيس ‫الثيروتوكسوكوزيس داع المعانيه الغضه الدرقه بده اتصحت ‫هيرمون الثيروكسون بيرق ‏كبير ‫Red parла غير ،فذي مشكله لأن هيرمون الثيروكسن بيريزود الميتابولزم ويران كعشره كان دكتور ناجي قلنا السيروتوكسوكوزيس او الهايبرثيروديزم ولاعها ولاعش عليه لها شعله هو الهيرمون اصلا بيعمل كده ما بالك ان انت بقى هيرمون بيزود الميتابوليزم وبيشعل الخلايا وبيشغلها وبيكتفها طيب انت لو شغلته هنا مثلا حد عنده تي تري و تي فور او عنده سيروكسن عالي يعني عنده تريتوكسوكوزيس ما ده يروح يحفز القلب فالقلب يضرب بسرعة 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 طيب احيانا الهارتفليار او الانيميا برضه ممكن يزودولك التاكيكورديا ليه الهارتفليار معناه او الانيميا في الحالتين دول معناه ان الدم مش قادر يوصل بكمية كافية للجزء ف فريفلكس طبيعي جدا ان القلب يحاول يعوض ده يعني واحد عنده انيميا معناه كده ان الخلايا مش وصل لها كمية كافية من التغزيه ففي محاولة من القلب ان هو يحاول يعوض النقص اللي في ده يحاول ان هو ايه يحاول يعوض عدد او نقص في كمية الدم و كمية الاكسوجين اللي وصل للخلاب ان هو يخلل الالب يضرب بسرعة يعني على الساس ان هو يزود الهارتريت فلما الهارتريت يزيد يزود الاقار دك او تبط بس دي في الغالب بتبقى محاولات ايه مش مش كفية وعايز اقولك على حاجة عشان في ناس كتير بتفتكن هارتفيلير ويبقى الهارت مش شغال لا الهارتفيلير دا معناها الهارت مش قام بوظيفته على اكمل وجه دا معنا كلمة هارتفيلير ان شاء الله لما تبقى تاخدوه في البطنة كلينكا تبقى تعرف ان في حاجة اسمها كومبانسيتة هارتفيلير يعني في ناس ممكن تبقى عايشة بتتكلم معاك وتعامل معاك هو عنده هارتفيلير بس كومبانسيتة دي يعني احنا بنقدر نعوضه بنقوله ما تعملش مجهود كتير لان القلب مش قادر يقوم بشغله على اكمل وجه فانت ماشي نفسك على قدم القلب بتاعك ممشيه في ناس تانية دي كومبانسيتة هارتفيلير القلب فعلا عمل له مشاكل وهو رائد في السرين مش قادر يتحرك وهكذا تمام المهم ان احنا دا كان اسباب السينس تاكيكارديا طيب ممكن احنا لو السينس تاكيكارديا في الغالب ما بنتعملش معها قوي بس بيقول له خد احتياطاتك لان حاجات بتيجي اغلبها فين استرس اكسرسايز ايموشن حاجات كلها مؤقتة تيمبورر ولهو مريض مثلا عنده ثيروتوكسكوز احنا بنعالج الثيروتوكسكوز عنده انيميا وهارتفيلير بنعالجهم طيب لو انا احتاجت فعلا فيه بقى ناس يعني مثلا بيكونوا في استرس جامد 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 يعني ممكن هو عنده مؤتمر او هيتطلع ضيف في حاجة وممكن التاكيكارديا اللي عنده دي تخليه متلقبط ومش قادر يركز وي وي ومشاكل احيانا بقى بس ده بيكون لازم الدكتور هو اللي عامله ممكن نديله حاجة اسمها بيتابلوكر او اللي هو ده واسمه بروبلانولول او هو اسمه ده واسمه اندرال الحاجات دي ممكن احيانا في حالات خطيرة جدا ممكن ندللو ايه ندللو حاجة زي اندرال تمام بس دي طبعا بتبع تحت الشرف دكتور لان بيتابلوكر ليها مشاكل لها خطار كبيرا جدا يا فليو واحد عنده بيضيسب ندللو حاجة والبيتابلوكر دي بتوقف القلب بتعمل بتعمل , يبقى بيتابلوكر بتعمل للقلب فلما يكون واحد عنده سينستاكيكارديا هتديله بس هتديله بفضلو مش عارف ايه لا هدا له مهم خطير ده qualidade لطيكسوكوز. طيب ده كده كان اول نوع اللي هو الصينس تاكيكارد. نخش بعد كده على النوع التاني ويركز معي فده عشان النوع ده صعب شوي. وتفاصيله مش عليك قوي دلوقتي فانا هحاول اقولك اللي انته محتاجه. نوع اسمه باركسيتسمل صوبرافنتريكورور تاكيكاردية. ده عبره عن ايه من الاخر? احنا قول لها ان كلمة صوبرافنتريكورور معناها فوق الفينتريكل. ايه اللي فوق الفينتريكل? يا الايتريا يا الايفينوت. المشكلة هنا بقى خلي بالك بص. هي بارك البروكسسمل على وجه بروكسسمر 돼ه معنى كلمة بروكسسمل طيب هو هنا مقسمها لنوعين حاجة اسمها اترو— — — — — — — — — — فهي في حاجة اسمها او حاجة اتنى嘛 ايه الفرق ما بينزه yeah لوحاسر meteor, ايه الفرق ما بينزه الطمكنة او ايه بي انطاع كده او حاجة تانية اسمها ايه الفرق ما بينزه اتنين الشاكلين اللي عندك دول sometimes om the uh,lena فراقشوا in our الفرق انزل هنا هناك. boom in a tree boom in a tree boom in a treeba��� in a tree المفروض ان احنا عارفين ان الكهربا بتيجى من من ال and and وتنزل هنا كده تعالوا نجيب الرسم الاولينا خالص اهو احنا عالفين ان الكهرابا بتيجي من الاس انود وتنجي تمشي فين في الاف نود بص يا سيدي لو حصل وان الاف نود دي كان فيها مشكلة ده ممكن ينتج عنه براديكورديا زي ما اخدنا في الفيديو اللي فات لان الاف نود ديت بتبلطج على اي حد عايز يعد يتقوله من تشمعات دي وممكن هي ده كانت بتبلطج ممكن بقيت الجنن يعني اي تجنن يحصل فيها مشكلة مشكلة في النقل عندها المشكلة اللي في النقل دي ممكن تخلي الاف نود هي نفسها بقرة بقرة غريبة من الجننة تعمل نبضات وتخلي النبضات تمشي بشكل غريب فتزود عددها يبقى تاني بص بص الرسمة دي كده الرسمة اللي هي عندنا ده هي ده شكل النود من جوه بص يا سيدي المفروض النود بتيجي من هنا كده فوق كده الاتريا وتحت هنا كده الفيندرك المفروض النبضة الامبلس بتيجي من هنا كده من فوق من الاتريا من الاسي نود وتنزل تمشي هنا كده ده الباثويك بتاعها هو ده الابر كومن باثويك ده النودة هيت مقسومة نصين عاملة زي الملف كده عاملة زي الميدان فالمفروض النبضة بتيجي تمشي من هنا كده وتعدي تاني كده تمشي برحيتها كده لحد ايه ما تنزل في الفنتريك يبقى هي اصلا النود دي متكونها من 3 اجزاء يعني احنا لما نبص في شكل النود فيه ما بعد في الهيستروجيكا الاناتوبي بس احنا مشعلنا التفاصيل دي خالص كلام ده كله في الكرد ان شاء الله بنلاقيهم الكونة من 3 اجزاء فالمهم النبضة بتمشي كده 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 وتنزل لحد هنا لو حصل لو حصل وان حصل جزء من التشو ده او من الجزء من التشو ده حصل فيه متغير ومشكلة ده هينتج عنه ان النبضة هتيجي هنا ويحصل فيها لغبطة تقعد تلف كده تخش تعمل دواير وسيركل بشكل غريب طيب تفسيرها ايه مش عليك وانا مش هفسرهولك بالتفسير الكامل بس الفكرة كلها ان بيحصل في الرفراكتوري بوريوت بتاع جزء من الجزءين دول ادي ممر ودي ممر المفروض الكهرباء بتمشي في ده او في ده وتوصل لتحت هنا كده طيب لو حصل مشكلة جزء من الاتنين ممر من الاتنين طريق من الطريقين بوز الرفراكتوري بوريوت بتاعته تغير ده هانتج عنه ايه هانتج ان الكهرباء بدل ما كانت هتيجي تمشي كده التاني كده يضغى عليه فتلاقي الكهرباء تقسمة نص النص ينزل ونص يلف تاني فلما نص الاولان ينزل يديني نبضة والنص اللي لف تاني يرجع يديني نبضة كمان فعدد النبضات يزيد ما تشغلش بالك في تفسيرها المهم ان بيحصل الافي نود هنا بوزت لما الافي نود بتبوز بتبوز الكهرباء فالكهرباء اللي بتبوز ديت بتعملك لغبطة في الكهرباء تخلي الكهرباء عملة تلف وتلفي وتديك تلف وتلفي وتديك كهرباء تلف في لفها وتديك كهرباء تلف في لفها وتديك كهرباء فده بيخلق مشكلة في النبضات اللي نزلة بتبقى زيادة عن اللازم لان هي نبضة واحدة وعملة تلف وتدور عامل زي اللي بيلف وتدور في ساقية كده فهي عملة تلف وتدور بيسميها عشان كده حرف الار اللي موجود هنا فده بيديك بيخلي الافي نود بدل ما كانت هي اصلا وقفة كسد منيع بيمنع النبضات الكتير اللي جاي من فوق انها تنزل للقلب او بيعمل ديلي ده هي اللي بقت سبب المشكلة بسبب ان فيه جزء من حباز وجزء شغال سليم فجزء اللباز ده بقى قافة وبقى حاجة مضرة على الافي نود وخلى الافي نود بقرة ومركز بزيادة النبضات زيادة غير طبيعية وزيادة غير فيسيولوجيكال زيادة ابنر ده بابسط الكلمات لكن في حاجة في تفاصيل كديرة جدا مش عليك دلوقتي مش عايزة تشغلكم تمام يبقى ده النوع الاولان اللي هو اسمه اتريو فينتريكولر نودل ري انتري تاكيكارديا يبقى بيحصل تاكيكارديا بسبب ان الكهربا بدل ما تنزل كده وخلاص وما ترجعش تاني بينزل جزء منها وترجع تلف تاني وينزل تالت ورابع وهاكذا يبقى بدل ما كانت نبضة واحدة نازلة اتقسمت نص خمسين ستين سبعين تمانين مية ينزل لك هنا متين او مثلا الستين ينزلوا مية وعشرين والمية ينزلوا متين يبقى نتج عن كده ان الكهربا ايه عملها تتزايد طيب هنا بقى المشكلة ده كده كان النوع الاولان اللي هو في حرف الان عشان المشكلة في النود المشكلة هنا بقى ايه المشكلة خلي بالك دي النود هي اللي انا وقف لك عليها بالماوس دي النود قالك ده ممكن يحصل حاجة كمان غريبة خالص ان الكهربا اللي جاي في الانتريا ما تنزلش بس عن طريق النود تنزل عن طريق النود وتنزل عن طريق اكسيسوري باثوي يعني بص كده ده راس ما الحين بنرسمه قد ايه القاعدة الكهربا ممكن تنزل من هنا ستين ضربة طلعين من الانتريا هينزلوا عن طريق الانتريا من ستين لمية فيديك ستين لمية الانتريا قالك ده في حاجة خطيرة كمان مش ين المفروض ان يوضح الكهرباء الاتريا برضه يوضح كهرباء باتجباد ، ليه الخام PO Parliament قال geleك. الممكن الكهرباء الستين نقطة انزله من هنا طريق مفتوح من هنا يبقى مطمئNE16 ضربة تذلون هنا و recollecte7 مفتح بجانب PR المعبر الايور اللي يعدم يدر Santi بعد كده يوعى Adam aler ده المفروض اللي هو النورمال للطبيع اللي يحصل قلت لك ده ممكن يحصل اكسيسرو باسوي بقى والاكسيسرو باسوي الكهارابة تمشيه من هنا كده ممكن تخش على رايت باندل برانش ممكن تخش على لفت باندل برانش تعملك لغبطه يبقى. اذا وجود ممر اخر غير رئيسي غير الفنود ممر اخر فرعي جنب الفنود بيخلق لغبطه في القهرابة برضه وبيخلي القهرابة تنزل من هنا مرة وتنزل من هنا مرة فالفنتريج الجاي لو كهربا 60 من الافي نود وكهربا تانية من الاكسيسوري باسوي وكهربا اللي بالاكسيسوري باسوي دي احنا مش عارفينها الهيئة هتروح للرائد باندل برانش ولا هتنزل التعدي من تحت وتروح للفت باندل برانش ولا هترجع تاني للافي نود ولا هتعمل ايه هتعمل لنا لغبطة فين في الكهربا يبقى تاني احنا بنتكلم فين احنا دلوقتي بنكلم في عنوان اسمه التاكي كارديا طيب انهي تاكي كارديا بنتكلم عن التاكي كارديا اللي منشأها فوق الفنتريكل فوق الفنتريكل والله ممكن تيجي من الاس انود فبنول عليها سايناس تاكي كارديا وممكن تبقى الافي نود البرانش او الجزء بتاع الفاصل ما بين الاتريا والفنتريكل اسمه الايه الافي نود والحتة لجنب الافي نود لو في الافي نود لو المشكلة في الافي نود نفسها لنقع عليها حاجة اسمها اي في ان ار تي ممكن تبقى المشكلة بجوار figurvs او مكان فرعي كمان بيفتح جنب فالكهراء بتعدي مرة من particularly 그들의 إفماية شكلا هل هنا المشكلة تعتبر في الفينترق المشكلة في الفينترق دا نتبقى على الانСТみ هل نتبقى عادي؟ فهتلاقي ايه اكيوت هتلاقيها مارو هتلاقي شكل الايس جي هو ابنورمل اقلي في العدد في الريت كتير جدا المفروض يكون اكتر من مربعين فاصل ما بين كل ده الار وده الار مفروض يكون فيه هنا فاصل اكتر مربعين ده انت هنا مربع ونص ومكو مربع واحد يعني كدا اللي علي اوي بس لو جيت بص تبص على شكل هتلاقي حد هتلاقي اكيل مش واسع وعريد اهو شكل الار يعني هتلاقي حد معنى كده انها مشت في البندل اوفيس لان حتى لو عدد بص بص اهو هو في الاخرى هنزل في البندل اوفيس انا بتكلم على مصير الكهربا رايح فين الكهربا على رغم انها بتنزل كتير لكن برضو بتمشي في الافي نود وتنزل في البندل اوفيس فعشان كده بنرسم هنا ايه بنرسم هنا اكيوت يبقى شكل المنحنى شكل الار كومبلكس شكل الار ويف لو كانت حدة كده نازل حدة ومستقيمة ونان يعبر ان الكهربا سواء كثير اقول ايه لا لكنها مشت في البندل اوفيس باس بس مشتت من الطريق هتلاقي هدي الكهربا مشت فيها ده مزبط وزيل فول بس فيه كهربا تانية مشت فيه مجتش في عند البندلوفهيس هناكده مجتش عند البندلوفهيس هناكده نا ده مشيت على الجنب كده تمام مشيت على جنب من اللي هو الاكسسور باثوي فده يخلي لك شكل الاركو بقى سواسع شوية تمام كده يبدأ اخدنا الساينوس تاكيكارديا ثم اخدنا حاجه اسمها باركسوسما سوبراف انتريكولا تاكيكارديا او بنقول عليها sober ventricular taikikardia ويحصلوا ايه واحدة ممكن تكون المشكلة في النود نفسها وممكن تكون المشكلة حاجة جنب النود لو في النود نفسها بنحط حرف الان اسمها etrio ventricular noodle return او reenter بتتخش يعني تاني تاني الكهربا بترجع تاني تخش في النود takecardia وهنا نفس الفكرة بس المشكلة مش في النود وممكن عشين تب ليه حطينا حرف الار قلنا reenterي لانه ممكن الكهربا ترجع تاني تخش في النود تبقى من الاكسيسور بس وياها وبدلا ما تخش فبتعمل مشاكل كتير يعني وان شاء الله هتبقوا تاخدون بالتفصيل اكتر فين لما تاخدون في السنة ربعة باذن الله لما تاخدوا موديول البطنة كارديو طيب ده اول نوع اول نوع السنس تاكيكارديا تاني نوع البروكسيزما السوبرا فينتريكرو تاكيكارديا وده مقسمو الصين وده صعب شوية تالت نوع اسمه اترال فايبريليشن وده مهم جدا وده اللي انا عايزك حد في سنة اولى يكون عارفه ده هو الكمون انو بيحصل و pubitting دايما جاي بالاستبال الاتريال فايبريليشن الاتريال فايبورليشن يعني ايه كنة فايبريليشن يعني بيرعش بيرتعش الاتريا بيرتعش طيب ايه المشكلة في كده قالك ان في الالكتريكال سيكناس في اشارات كهربية بتخرج من الاتريا يعني ايه اللي فوق هنا بص كده يا سيدي كان السيناس كان الاس انود هي اللي فيها مشكلة وبتضرب بسرعة 대한 Bang turns كانتーンه هي السابقة اللي بتطلع النباضات وافضعهاฮادي وسما ماصقات لاتيجى عند م 53 نود او جنبا تحيينه فشيا يبقى فالسانس تاكي كارديا اللي ه reflexS ER10 ل والباروتسيزمالفاندريقطاكلكارديا منشئ الكهرباء من الاول هو الاس انود بس لما جات عندي الافنود حثل فيها مشكلة التريا هو الاخير المنشئ الكهرباء منين؟ ده لا الاس انود او الاس انود ثم الافنود ارالي حثل فيها مشكلة؟ لأ interesante Brooke Coll filed nootes هي نج por advantages of this أي حتة من الاخير sensitives مثل حط جنن بتحط keiner حط من المسل ضرب بقرة جنرت فوكس التريف بالتريا نبودات كتير جدا جدا وبطلعها بشكل تمام يبقى مش بتخرج من من يبقى لو جينا نبص كده الكهربا دي اللي هي خارجة نرجع للرسمة الجميلة بتاعتنا كده اهي ادي الرسمة دي لو الكهربا هنا ده 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 لو لقينا كهربا خارجة من حتة تانية غير الاس انود هتطلع كهربا والفايبر اللي هنا كده عمالة تطلع نبودات بشكل سريع جدا 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 وبشكل لان هي معندهاش المقدرة انها تطلع زي الاس انود يعني بتضرب دربة مثلا خمس دربات في اول سانية وتقعد تانية سانية ما تضربش حاجة والسانية التالتة تضرب سبع تمن ضربات وبعدها تضرب دربتين يعني بشكل ايه? طب لما تيجي تنزل هنا هتعدي من الاف انود برضو بشكل غير منتظم فهتخلي الفنتريك اللي يضرب دربات غير منتظمة تخلي الفنتريك اللي هنا يضرب دربات سريعة لكنها غير منتظمة يعني يضرب لك ازاي? فالريجولار رزيك. تيجي انت تبص تمسك الريديا بلسيش انت تحس البلس تحس النبض على ايدي العيان تلاقي اي عمالي يضربات زي ما بقولك كده تاك 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 ودي احنا لما سناهي احنا ده جربناه على عينين في الكارديو في عمل في الكنينيكا اللي بتاع البطن ولقينا كده لانا بتحس انت فغالبا لو جالك حد في الاستبال ولقيت ضربات بتاعته سريع جدا وغير منتظمة يبقى تشك على طول ان هو اي اف او اتريال في بريليشان عمالي عاش يرعش بطريقة غير منتظمة تمام يبقى ده عنده ايه الطريق طيب لو جينا نبص على شكل اي سي جي هنبدأ نبص على الار اكس كومبليكس الار ويف هنا شكلها عامل ازاي هلا اللي ايها نورمل بتاريجولر يعني ايه نورمل بطاريجولر ازاي يا دكتور نورمال يعني نرو انجل مش وايت انجل نرو عادية نرو انجل لان ار ويف نازلة بس هي ترتيبها غير منتظمة تلاقي مرة ايه المسافة واسعة مرة المسافة دقيقة. فهنا مسلا المسافة واسعة اقول لك تاك ويسكت شوية. ما جاء تاك تاك. ويسكت شوية تاك 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 اهو. كزا كزا قريبين من بعضه بعد كده مسافة واسعة. فالريت غير منتظم. الريت غير منتظم. الريت بتاع مين? بتاع الار. الار اللي نزلت. طيب. طب اللي فوق بقى. الاتريم ذات نفسه. الاتريم ده كاننا بنعبر عنه بالبي ويف. طب بتخيل دلوقتي البي ويف دي كانت بتاعة الاس اي نود. الكهربا اللي خرجها من الاس اي نود. دلوقتي يا سيدي الكهربا مش خارجة من الاس اي نود دا الكهربا دلوقتي خارجه من حتة تانية. وبتضرب بمعدل اس رع من الاس اي نود. Coke بتضرب من الاس اي نود. بتخلي الاتريم ينقبض من ستين لم处ة مرة في دية. لماذا ده المشكلة الاكتوبال فوكس اللي طلعت دي? جنب الاس اي اي تنود او اي حتة في الاتريم بتضرب مسلا بمعدل الميتين فميتين انت اصلا الكهربا مش قادرة ترسمها شايف هتعملك زي اهتزازات كده شايف الهتزازات اللي هي عالسطر دي بترعش عملا ترعش على السطر اهو دي مقنول عليها فالبيويف اختفت طيب البيويف دي كان بتعبر عن ايه كان بتعبر عن الاتريال دي بولاريزاشن طيب دلوقتي اصبح الاتريال دي بولاريزاشن مش طبيعي مش بيويف لان الكهربا مش خارجة من ايه السنود ده الكهربا خارجة من بقرة تانية وحشة جدا والبقرة دي بتضرب بسرعة جدا وبتضرب بشكل غير منتظم فانت هتلاقي هنا ايه ارتعشات غير منتظمة هنا كده ارتعشات غير منتظمة والف ويف دي بتعمل ايه? كده يعني ايه? ارتعشات كده طلع نزلة ارتعشات طلع نزلة. لكن الارتعشات اللي طلع النزلة دي اللي هما تلتميت ربعمية ضربة اللي بيحصلوا فوق في الاتريا. بتنزل منهم مسلا ايه? مية وخمسين متين. يعني تلتمية يحصلوا فوق في الاتريا ينزل منهم مية وخمسين لان في حاجة اسمها طيب هيخرجوا على مسافات منتظمة ولا مسافات غير منتظمة? المنشأ مطلع مسافات غير منتظمة. مطلعهم منتظمين وينزلوا برضو ينزلوا غير منتظمين بس بينزيلوا طبيعيين هي واحدة بتنزل بتنزل بشكل طبيعي عادي مفياش مشكلة بس ممكن بعدها تنزل واحدة بسرعة ودستنى شوية ما ينزلش أو yenزلوا كلهم وراء بعد بسرعة وهكزا يعني فبينزيلوا تمام يبقى بينزيلوا لكن نورمل نورمل في الشكل نورمل في الشكل نارو مش واسعين كده لان هم بينزلوا عن طريق البندلوفيس بس بينزلوا اه ابن في الريت وحب انزيلوا بسرعة وحاب ينزلون متاخرين وهكذا. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تعمل اترافابريليشن؟ بصوا شباب هي المشاكل واحدة هي اللي ممكن تعمل بلادي في الغالب هي اللي ممكن تعمل تاكي على حسب استجابة الخلية على حسب المشكلة اللي حصلت في الخلية. فممكن برضو يحصل ايه او نقص في الدم مثلا. حد عنده ديزيز زي ما خدت في مريض ضغط كل الحاجات دي ممكن تأثر التلات حاجات دول كومن يعملولك بلادي او تاكي. لان ان اتول ماخر expense على التغذية الدموية للخلاية بتاع القلب. والخلاية بتاع القلب لو حصل مشكلة في التغذية الدموي بتاعتها الاسينود او الاي السيروتكسيكوزيز ياسمهاкиبورثيروديذيز خذنا ان الحائبوتيروديز ممكن تعمل براديكاردية الهيبرثيروديز ممكنifi مطا لديك زي ما عرفنا الفوق سينستاكيكاردية سيروتكسيكوجيوز ممكن تعمل الحاجة أخطر فدي بنخاف منها يعني ممكن تجني النص نص فتعمل لك مجرد سينستاكيكاردHave ديا في الخطار نقل بو باندرال او البيتابروك ممكن تعمل تعمل لك اكطر واكة نفس السيروتكسيكوزيز ده هي اسمها برضو هيبرثيروديزم ممكن تعملك مشكلة اخطر تزود الضرر يعني يبقى الصادق فيك تيعلق اكتر واكتر ويزيد يعمل لك ايه ادرى الفايبراليشن قالك بقى فيه ناس في حاجة اسمها لون ايف يعني لون ايف مالوش دعو بالهايبرثيروديزم ولا هايبرتينشن ومش جاي بسبب مرض ده غاليما بقى بيجي في الناس الولد ايجش الناس اللي هم كبار في السن وبدأت الخلى cue år عندهم بقى يحصل فيها اسمها بسبب كبر السن في كبار الغالب ده ممكن يبقى بسبب مشكله ارادات دCRIZ هد عنده مشكله في الصومات! هد عنده مريط داقات! هند عنده اسكيميو جينا بكترز حد عنده مشكله في الثانيف بقى أسناس بقى بقى ناس اللي هم جايين في ايف في واحدهم ده طبيعي Nir Spicy تلاقي لك باي ف فى انت تعرفين ان هي بسبب ارتكول هتتعامل معاوة تطلعو عليك يعتبر مرض يعني! مثلا انا بتكلم مرض بدون سبب ايديوباثيك ايديوباثيك سبب ايه ان هو كبر في السن تمام ده كده الاترافايبراليشن مهم جدا 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 الاترافايبراليشن تعرف اسبابه لاني لو انا هسألك مسلا سؤال في التكاكاردي هسألك في الاترافايبراليشن لاني ده هو اللي بقابلك في القسم طيب هتعامل معاه ازاي الاسلايات دي بتفاصيلها مش عليك لاني كل حاجة يعني كل طريقة دي استراتيجي كلمة استراتيجي يعني ده الطرق اللي هنتعامل بها كل طريقة من دول محاضرة تعتبر لوحدها طيب انا عايزك تعرف ايه من الاسلايات دي انك اي حد يجيلك بايترا الفايبراليشن اي واحد يجيلك في الاستقبال يقولك يا دكتور انا حاسس بدوخة وحاسس ان انا مش قادر اعمل او حاسس برافرافة في قلبي تقوم انت حاطت ايدك بس كده على اصباع وعلى ايده تلاقيه عمال بيدرب بشكل سريع جدا وغير منتظم يدرب 7-8 ضربات بسرعة جدا ويستنى شوية بعد كده يدرب 2-3 وهكذا ده تعمله ايه كلمتين كده تحطهم في دماغك حاجة اسمها كنترول الريت وانتيكواجيوليت كنترول الريت وانتيكواجيوليت يعني ايه واحد واحد اول حاجة كنترول الريت هو جاي بيدرب بـ 150-200 ضربة ده الفنتريكل والايتريام اصلا بيدرب بـ 300-400 وبسبب بس وجود الـ ربنا حطها رحمة انها تعمل الدليل والدليل اللي بيحصل فيها ده هو ده اصلا بيخلي الاتريام يضرب 300 بس الفنتريكل يوصله 150 احنا هنعمل ايه هنهدي الاتريا عشان الفنتريكل يهدى لانه الفنتريكل يضرب بسرعة كده هيتعب فاحنا بنكونترول الريت بنكونترول الريت بكذا طريقة بقى بس الفكرة انها ان شاء الله تبقى في الاستقبال ممكن نديله صعب قهرباء او حاجة او حاجة زي ما نعرف كمان حاجة اسمها دي سي عشان نخل نوقف الفقس المجمونة دي ونرجع الاسي نود هي اللي تبقى القائد فاول حاجة بنكونترول الريت طيب تاني حاجة بقى بنديله حاجة اسمها انتيكواجلانت بنعمل بنملع ثرومبو امبلزم ليه انا عايزك تتخيل كده ان الاتريام بيدرب 300 ضربة في الدية يعني عمال يرعش مش قادر اصلا يكمل امسك ايدك كده وخليها تتهز وترقص وامسك ايدك التانية خليها تفتح وتقفل الايد اللي بتفتح وتقفل هي دي اللي المفروض تنقبض ده الانقباضة الطبيعية ده المفروض الاتريام ينقبض كده ينقبض بمعدل طبيعي من 60 لمية انقباضة في الدية طيب تخيل بقى ده ينقبض 300 كل ما يجي ينقبض انقباضة تجيله الانقباضة التانية تجيله الاثارة التانية فما يلحقش ينقبض الانقباضة بتاعته كاملة فيرقص يرتعش طيب الرأسة والرعشة دي احنا عارفين ان في الكاردك سايكل كان الدم بينزل الوصول بينزيله بسف بينزله بالجاذبية كده على طول واحدهم من الاتري وفيه 30% بيفضله الاتري لما ينقبض ينزلهم طيب تخيل انت الاتري دلوقتي مش عارف ينقبض وعمال يرقص وعمال يرقص وعمال يعيش الاتري هنا كده ما بينقبضش في الدم مبينزلش وعمال يرقص وعمال يعيش اصبح الدم مختزن هنا موجود هنا طيب دكتور بيقولي ده بيدرب 300 ضربة انا بقولك هم هو بيدرب بيجي له 300 اشارة عصبية او 300 امبلس يعني بيجيله 300 اشارة كهربية 300 اشارة كهربية دول عملين يخلوا الايتريا يحاول انه ينقبض بس هلسه ينقبض ويقفل ملحلش يقفل جاتل اشارة تانية فاجاب الانقبضه ملأول بس ما بيكملهاش الاخر فما بيقفلش بيدك يعني ايدك ما بتقفلش للاخر كده على بعضها الايتريا ما بيقفلش على بعضه للاخر فما بيدخش 30% ده ده عمل يقص فبيروس والدم بيقف جوه وخلاص فوقوف الدم ده 30% دول يعمله استيزيس للدم ومن الشطر اللي افتكر ان الاستيزيس بتاع الدم جوه الايتريا ده واحد من الفاكتور الخطير جدا اللي تعمل ركود للدم وركود الدم ده يعملك فرصة لتحدوث جلطات فممكن الايتريا مشهورة جدا جدا الايتريا ده ممكن يعمل ايه جلطات؟ تبتخيل بقى يا سيدي فوسط الايتريا ده الاستيينود رجعت ضربة ضربة واحدة ولا حاجة كويسة او انت اديته العلاج بس بدون حذر اديته العلاج فخلى الفيبراليشن يحصل ده يقف ونرجع تاني فانت قبل ما تديله العلاج اللي هيوقف النبضات الكتير يعني قبل ما هتديله علاج اللي يخليه بدل ما يضرب 300 يضرب 100 قبل ما هتديله علاج ده لازم تتأكد ان ما تكونش جلطة جوه لان لو تكونت جلطة جوه في الايتريا هينتو جعنها من الجلطة دي هتنزل في الفنتريكل هتتفتت بقى خليته بدل ما كان بيرعش يعني اديته صعق الكهرابي فالصعق الكهرابي ده ما مويت البقرة الغريبة وشغل الاس انود الحلوة فالاس انود الحلوة هتخليه ضرب ويدك تقفل على بعضها كامل تمام فلما تقفل على بعضها جوه ده كان جوه فيه جلطة لما الايتريا ينقابد كده على الجلطة يفتفتها والجلطة تقوم نزلها في الفنتريكل وتطلع تاني في الاورطة بقى وتطلع في البالموندري ارتري وتعمل جلطة امبوليزم تنتشر في كل حتة في الجسم فحضرتك تنتشر تقوم طلعه على المخ تعمل استروك يعني تعمل جلطة في المخ في حتة في المخ مش وصلها تغذية دموية بسبب ان فيه حتة امبوليزم في حتة جلطة سدت شريان معين في المخ رحت على الابر لنب سدت شريان معين في الابر لنب بايده تطيع يحصل له باتر نزلت على الرجل تسد رجله يحصل له شلل ولو تضعفت يحصل له باتر هي كمان فمنخاف جدا من الف انه ممكن يعمل اي بل موناري ممكن يعمل اي امبوليزم ثرومبوبو امبولزم في كل حتة فعلشان كده بنديره ايه? عشان كده قدرك بنكنترول الريت وبندي حاجه ايه? انتكواجوليت منوقف ثرومبو امبولزم ده طيب خلي بالك هنا بنريت الكنترول واحدة واحدة بنهديه واحدة واحدة علشان بعد كده لما نمنع ثرومبو امبولزم بنرجع بقى تاني نرجعه لايه? للسينوس ريزم نزبط الريزمي بقى نرجعه للس يونوت تانية هي اللي تشتغل نعمل حاجه اسمها Restoration دي على منراجه عن الاس يونوت يبقى فقط واحده وحده كده ندليه ادوية تهدي الرتم واحده 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 ونبص كده نعمل منزر او نعمل حاجه نعمل الترا ساوننسوف هل جوا في جلتة او لا طب لو في جلتة قبل مرجعه الاس يونوت كم انقبض بثلاثمية خلي درب 250 200 طيب ابص هل في جوه جلطة ولا لا ده انا بنزل تدريج يعني بعمل بتحكم في تدريجي بعد كده اشوف في جلطة جوه لا طيب لو في جلطة اشيلها وبعد ما اشيل جلطة ابدل اتجعه بقى الاسي انه ده اللي هو مية في الديه تمام كده ده عايزك تفتكر ان انا لما بتعامل مع بتعامل مع ازاي بتعمل مع اه كنترول طيب بعد كده في حالة اخطر من ده اللي فوق ده كان حتة بتضرب بشكل غير منتظم تعال بقى على الاتريل فلاتر الاتريل فلاتر برضو نفس الفكرة كده بس حتة طالع لقى اغبة وا جنا متجننة اكتر يعني مسلا هنا في الاتريل الفلاتر حته كان بتخرج من يعني بقرة غريبة من الاتريل عما تطلعッ مش من هي حته تانيه جنب وعملت طالع برضو ده هنا حته اجللت من يوبينكانى فال فلطر حتة متجنة على اترافايبريليشن. او اي فاب بقل عليها اي فاب يعني اترافايبريليشن. او اي فاب دي حتة الجننة بس بطلع عبدون المرزم و300 ميسا. طب تخيلين بقى في اترافيلاتر دي حتة جننة وبيطلع 600. فيوصل منها للفنتريكل 300 من 1250 انت متخيل ان الفنتريكل بقى هو انا قلتلك في الاترافيلليشن اللي فوق دي كان الاترافيل يطلع 300 فالفنتريكل يوصله 150 200. انما في الاترعالفلاتر الاترام يطلع ع 600 500 600 وفنترقال الوصل عليه 2250 مجهود رهيب جدا جدا الى دعيب صعبة جدا فى اترعالفلاتر حتى كلمة فلاتر العرف انت الرشاش المعمل يدرب انواع من الاسلاحة كده تدرب بسرعة جدا جدا فالفلاتر 지난 حالة غريبة جدا بتخلي الواترقال بشكل رهيب عامل لي درب بسرعة بسرعة ما بدعك بقى The Atrium joint filtration The Atrium عم ما يرقص ده هنا بيرقص راقص سريع جدا لو هنقول kitchen座 عليه Creatral Fiberation! هنا بيرقص الاغاني الشعبية فما تشوفش حاجة ده الأخطر فلبريد Allah findet his excute Pourquoi? ده ضرب 2350 ضربة في دقيقة بس بيطلع في الغالب ممكن يجي регولر وممكن يجي регولر يعني في去 الائتري الفلاتر ده ممكن الابتوبك في كاسة طلعة ده ممكن تضرب مرة регولر ومرة регولر طيب تعال بص كده بقى بقولك لما بنجي نشوفها على شكل رسمة اس جي بباما حاجة اسماها ثوت الثوتوس ده اللي هو عاملة زي السنان المنشواه بص يا سيدي شايف شايف كل دي دي الـ خليك في الـ اللي هنا كده اللي هي المفروض بيوبة اللي هي المفروض كهربة الائتري شاهد كهرباه ايه هه ما؟ كهربا اثنين هه و流ال popul ها خالق توجد هي cardiomi وبعد brings. يعني K 회んな 3сп omin يعني معناه كده كلام ده ايه ده في ايه ان من كل اربعه من كل تلات نابضات بيحصل خفته في ال đâyتريام واحدة اللي بنزل default يعني معناه كده ان الائتريام يضرب ب 1600 وال claimed refr b200 من قاعدةenhag طيب لو عايز تفهمه اكثر ابت P painting وشاهده عندك ادي مثلا الاتريام هم الاترام.الك بيحصل هنا بقرة بتحصل وبتطلع الكهربا والكهربا مابتنزلش على طول بتنزل مرة وتلفيها ثانية وتلفية zeros وتorterية التالتي وتنزل مرة ثالتة بتطلع كهربا كثيرة ده بقرة غريبة بتطلع كهربا كثير والكهربا الكثير دي بتوقع تلف في الاترام كثير فتتضاعف الحلية مشكلة كبيرة الاترام.الاترامفلvesلاتر فالكاردومي اللي انت عادي في剪 بتовать المتحرك والاشوال ده بتنزل الفنتريكل وتتضاعف جوه الاتريام وتنزل تاني فعشان كده تلاقي الاتريام ذات نفسه بيدرب 600 مرة فعشان كده قالك بنسميها بايه بالسوتوث السوتوث يعني عامل زي اسنان المنشار كده لما تبص عليه في رسمة الاس جي فهنا هتلاقي الاتريام حاصر فيه كهربا ثم التانية ثم التالتة ده نتيجة ان الكهربا او البقرة الغريبة اللي طلعت في الاتريام عملا تطلع نبضات كتير او فتلاقي من كل تلاتة من كل تلاتة قهربا في الاتريام واحدة في لان الاسم تحاول الحمد ولله نحمد ربنا على نعمة الافيل او تذب ان تتقلي عن ده حاجة اسمهار ال توفردن فعشان كده تلاقي القطوه حصلت في الاتريام فلما تجيك تنزل الاتريام التالي تقول له لان sacrي انا في الاشت vocês توجد برده كمان لسه انا لسه في الاسم تجي دي هي تولي لها خالص انا بقيت فيه اي الفل spirit يعني بيت في النورمال فتعالي خلاص تقبل منه فمتخيل ان الافنوت بتحميك من ان ال 2350 دول ما يبقوش 600-700 لو الفنترق اللي بيضرب 600-700 ده معنا كده ان انت حضرك مد خلاص يعني مفيش عمره ما يوصل لكده لانه خلاص هيضرب ازاي 600-700 وهيملأ اصلا ازاي ولا هيعمل ازاي مش هتلحق انت يحصل للحاجة زي كده تمام؟ يبقى ده كده الايه الاترال فلاتر برضه بنتعامل معها كأنها اترال فايبريليشن في طريقة التعامل لازم نقلل نتحكم في الريت ونديله انتيكواجلات بس ده في الغالب بنعمله الدي سي الدي سي دي اللي هي حاجة اسمها دايرك تقرنت بتديره كهرباء بتصعقه بتديره صعق عالفين انتو اكيد شفتها في الافلام كده بيتلاقي جاب الحاجة كهربية كده قم حطاتها على سيدر وتلاقيه بيتنفط كده دي فكرة انك نوقف البقرة الغريبة اللي عامل ايه اترال فايبريشن دي اللي الكهرباء هنسعقها فتقف ولما نوقفها خالص الاسيونود بقى عندها المقدرة انها تسحى هاية وهي اللي تشتغل تاني فده معنى كلمة دي سي بيسموها دايرك تقرنت او بيسموها دي سي يعني دايرك تقرنت او سيدي دي سي دايرك تقرنت و سيدي اللي هي كاردو فيرجن يعني القلب يعلي دي فايبريليتور دي يعني ازالة وفايبريليتور يعني تشيل الكهرباء والرعشة اللي بتحصل دي تمام المهم ان احنا بنسعقه هنا يعني او بنديله ادوية طيب ده كده كان لحد الاسباب اللي هي سببها تاكيكارديا بس بتحصل بسبب حاجة فوق خدنا ايه خدنا اول حاجة ساينس تاكيكارديا دي الاسيونود عمالها تضرب بسرعة خدنا الاسيونود بتطلع الاسيونود بتطلع النبضات عادي بس النبضات بيحصل فيها حاجة مشكلة من اثنين يا اما تيجي عند الاسيونود وتتجنن يقني اتعدي من طريق جنب فده ينتج عنه ان النبضات بتتضاعف وتنزل الفنتريجل اكتر واخدنا بعد هذا الحاجة اسمها اترال فايبرليشن فايبرليشن جزء من الفنتريجل جزء من الاسيونود جزء من الاسيونود هو اللي بتجنن و عمال يطلع نبضات غير منتظمة وينصل للقلب مسلا بان 2 نبضة اولا حاجة والايتريال فالاتر هو صورة و لكن ابدا الاسيونود بس بس مجنونة اكتر واكتر واكتر ليه لان بدل من الحتة اللي متجننة اللي في الاتريا بتطلع تلتمية مثلا النبضة بدل ما ينزلوا التلتمية لأ ده بتقعد تلف في الاتريا هي كمان ويبقى الاتريا يحصلوا دبلوريزيشن ستمية مرة ولا حقا طمام فينزلوا للفنتريكل تحت كام تلتمية مرة فدي برضو خطير الاتريا الفيبراشن اتريا الفيوتر وطبعا الاتريا الفيوتر هي الاخطر لان دي رايف تريترين كونديشن طيب بعد كده بقى نخش على الحاجات اللي هي سببها بقى ايه الفنتريكل اللي بقى فينتريكولر أريزمي ودي اخطر واخطر من الاتريا التاكي كارديا او من التاكي كارديا اللي هي سبب حاجة صوبرة فوق الفنتريكل ليه بقى لان ربنا سمحنا ترا كنا عامل حاجة اسمها الافنود دي هو وسيلة حماية وسيلة حماية بتحميني من ان لو الاتريا جنل ما تنزليش كل القهرابة اللي بتحصل فوق عشان عندها حاجة اسمها طب تخيل بقى يا سيدي فكك بقى من الافنود دي انا هطلع لك البقرة الغريبة دي من جوة في الفنتريكل تعملك حاجة اسمها فيتاك فيتاك اسمها فيتاك واسمها فيتريكولر تاكي كارديا دي بقى ايه ان الكهرابة اللي بتحصل سيجنال بتطلع من ان من الفنتريكل بقى بفيري فاست ريت ريت عا سريع جدا في الغالب فيتاك دي بتكون ريجولر ريزم يعني تلاقي حتة كده من الفنتريكل غريبة بدأت هي اللي تطلع عن النبضات وقال تقول لك لا انا القائد وانا عملت خلاص انا مش هسمح كلام الاس اي نود اللي جاء من فوق دي وانا اللي هطلع عن النبضات وهطلعها سريع جدا وهطلعها برزم عالي تعال بص عليها يا سيدي هل الكهرابة هنا عدت في البندريو فيس لا ده هي طلعة اصلا من الفنتريكل هي خلاص بقى الاتريا بقى في حتة الوحدة والفنتريكل بقى في حتة الوحدة فالكهربا هنا مش بتعدي في الافي نود ولا بتعدي في البندلوفيس فتلاقي الويف عاملة ازاي انت مش شايف اتريم اصلا مش شايف بي ويف انت شايف كله كمبليكسي كده شايف كله ار ويف وحتى الار ويف هنا عارضة ولا ديقة نار ولا ويت ويت واسعة ليه واسعة لانها معدتش في الطريق الطبيعي هو بندلوفيس وكبيرة كده هشوف ما بين كل واحدة التانية اقل حتى من ايه اقل من مربع فمعنى كده انها سريعة جدا جدا فديبنوا عليها ا تعال كده شوف الشكل الويف عاملة زي هتبقى رابي دريت والويف تبقى ويد وبتبقى ابنورمال ليه ويد وابنورمال لانها مش مشى في البندلوفيس طب ليه بتبقى سريع عرابي دريت لان البقرة اللي طلعها بطلع من الفنتريكل والجنينة وقال لك انا هضرب اصلا من اي حاجة اصلا من اي حاجة هي الجنينة وحصل فيها مشكلة ممكن تكون مشكلة بسبب مثلا روماتيك فيفر بسبب نقص البلاط الصبضاي ايا يكن اي حاجة اتاثر على الخلايا ممكن تعمل حركة زيك طيب زي البات فان قولنا الكيوروس complex هيبقى مش مش طبيعي لان الشكل قدامك ده مش طبيعي مشهور جدا شكل الدريت العودية والمحمد دي س كا لدي ايه الشكل كن بني اي جار دة وبقي أنك جانبت يستتيجة دى وكان د surrounding قال لك بحصل حاجة أنها اسمها اسمها Пол ход يعني ايه الفي دي ACC انت شايف World為什麼 كل مناة y try что انت مش شايف اصلا كهرابات الاسم لان الوقت يواجم فينا الاسم فانت عشان كده ممكن متشفش I terrроп تمام ممكن تشوف وممكن متشوفش بي ويف لاني مفيش association انت مش عارف تلاحظ الكهربط الوحدة وده الكهربط الوحدة تمام كدة يبقى ده كدة ال VTAC تعال بقى ده ال VTAC يعني عليك ال VTAC ازاي قال لك والله لو الشخص اللي جاي قدامك هيمو دايناميك لانستيبل يعني جاي لك اهله اللي جايبينه على العربية وعلى الاله ومش هيمو دايناميك لانستيبل يعني مش في شك يعني انستيبل يعني في شك يعني رائد قدامك قدامك كدة انت مش بتكلم ولا بتحرك لاني ال VTAC ده انا بقولك شايف القلب عمال يضرب ربعمائة خمسمائة دربة اللي هي الحالة الخطيرة جيدة دماء ما بيلحقش هيم لما فيش دم مواصل للانسجل ففي الحالة دي على طم بتفكرش وتقوم عمله دي سي شوك اه ده جهاز دي سي شوك اللي بقولك عليه بالكهربط ليه كده بقى بتعمل الحركة دي ليه علشان تأثر وتقطم من الاخر البقرة الغريبة اللي طالعة دي طب انت بتضربي بستمية انا هوم جايب للجهاز من بره الريد بتاعه الف وتقوم انت حطت الجهاز ده مرة واحدة او مرتين او ثلاثة الحد ما البقرة دي تتوقف وتاخد على دماغي يعني كأنك بتديها على دماغي وبعد ما بتشيله بتستنى بقى الحكمة الالهية بقى والقدرة الالهية هل السينود هتقدر ترجع تشتغل تاني ولا لا تمام ده جهاز دي سي شوك طيب بما ان دي سي شوك ده خطير فانا بديله للانستيبول للشخص اصلا بيموت فبيموت انا بغامر بقى خلاص هو بيموت لو انا عملتها والحيطه يبقى الحمدول لو انا عملتش للحيطه يبقى ده قدره طيب لو هو استيبول بقى مكهربوش بجهاز كهرباء زي ده ممكن يموته اصلا فانا لو هو استيبول لو هو صاحي قدامي بقوم ايه بتديله الاول ادوية للمضادة للاريزمية ادوية هي بطبيعتها تخفف يعني اديله ادوية انتي اريزميك انتي اريزميك درج تقلل شوية يا بدرما بيدرب الفنتركن بيدرب ربعمية خمسمية وهيموت مني بقوم اديله الاول ادوية ادوية انتي اريزميك تاخدوها في الفرما ان شاء الله فاتحدي القلب تخلي القلب ما يضربش بالضرب الكبير ده طيب لو الادوية ده مانفعيش شي خلاص انا قداميش حل غير ديسي شوك طيب غير الصعق الكهرباء اللي قدامه جد ده علاج الايه الفنتريكلر فيبرليشن طيب في حاجة بقى الفنتريكلر تاكيكارديا سوري في بقى حاجة اسمها الفنتريكلر فيبرليشن metabolic وابتدوا بشكل مثلا في الغالب بيكون منتظمة طيب تعالي بقى الفنتريكلر فيبرليشن ده اخطر الفنتريكلر عماليه يضرب بي بستار وإرегلر كمان بشكل أصعب و أكتر من الف survtac يبقى الف 의تاك ده القلب بيدرب بسرعة Les�� tantريكلر فيبرليشن بيدرب بسرعة كبيرة كبيرة مبيرة و غير منتظمة فدي حالة خطيرة جدا لان تقريبا مفيش شايف انت شايف 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 النبطات عامل ازاي اولا غير منتظمين ورا بعض على طول كلهم بسرعة 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 فالقلب لا حتى بيدرب ضربة قوية ولا قادر يملى ولا في وقت يملى ولا قادر يعمل حاجة فدي لان انت صبرت عليه ثلاثة اربعة دعية خمس دايم القلب مش قادر يملى فمش قادر يدخ فالانسجة الكلها مش وصل لها دم فيحصل شك على طول ممكن يموت فيها ويفقد الوعي على طول جالك فقد الوعي ده عمره ما هيجي فده على طول بتلحقه ايه بتلحقه بتديس شك على طول عشان تحاول على قد ما تقدر ان انت ايه لو تموت البقرة الغريبة اللي طلع دي فهنا بتلاقي الاسي جي بتلاقي الشارب لس يعني هتلاقيه ويد يعني كلمة شارب لس يعني ويد لاني مش ماشي في البندل وفيس وعمز البيزلين كده شوية حاجات عملا ترعش كده ومفيش مش قادر تحط ايدك على ويف واحدة حتى كويسة او تعرف ان دي ويف شايف ان الوافزة عملا زي بي نوتشة كده فيها نوتش وشكلها غريب واحدة ط شكل الوافزة غريب في الفنتريكو لان البقرة اللي طلعت دي مش بس مجنونة وبتطلع بسرعة ده مجنونة قوي 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 وبتطلع بسرعة وبتطلع بشكل غير منتظم فمبهدلة الفنتريكو ومبهدلة القلب تمام طيب نعليجها ازاي دي حالة طوارق لازم يستخدم على طول دي سيشوك عشان ترجع القلب تعمل ريستور لمنولمون سيناس ريزم ترجع الاسي نود هي اللي تشتغل طيب لو حد بقى نجا شوف بقولك السورفيفرز لو واحد لو جاله فيه اف ون كرجل او اي حاجه او اي crawling بسبب روماتيك هيسوك الواقعا لانه مشكله مثلا في المتابوليزم وعنده مشكله في الايونات تھاهبوكاليميا هايبركاليميا او emitم اي مش لكن اي مشاكل ال ايونات ان يتأثر lure او جسمه وهي يترك بسرعة الواقع او يصب curve بسرعة عند اسوات الضبط leadения السورفيفرز ن ambient therapy بدون الناس الذات يمنعج ذو بوجود ضريع للظاق تشكل توجديد مشكل واحده فيه اما جد there's more important condition لو شخص بقى عنده عرضة انه يحصل له الحاجات اللي زي دي وهو جسمه مش قادر يتحكم في الرسم وانا ديته الصعج ده والحمد الله نجا مني نجا معي يعني وخلاص الاسي نوت بدأت تشتغل ده عرضة تانية من يحصل له المشكلة دي طيب انا اعملي بقى عشان اتجنب كده احطله الاي سي دي اس الاي سي دي اس اللي هي حاجة اسمها امبانطابول كارديو فيرجن دي فايبروليتور بدل بقى ايه فانا كل شوية اسعك وانا اقوم جايب له الجهاز اللي هو الان اللي هو البطارية اللي انا بقولك اللي هي بطلع عن نبضات وبانا كده بتحكم ان انا اللي هطلع عن نبضات من عندي ده جهاز انا بتحكم فيه وطلع عن نبضات من عندي فمش هد اي فرصة لأي بقرة في الفنتركل او في الاترام تفتح بقها لان انا خلاص وصلت الفنتركل بحاجة بقى مقربة من بره وبتحكم بقدر ايه اتحكم فيها تمام ده كده ايه الان ده شكل الناس اللي ممكن يكون دلوقتي القلب مش قادر يشتبه مش قادر يملى فاحنا بنعمله وبتلاقي الجهاز والجهاز هو الرجل ده مسكه علشان ايه يرجعوا يعملوا يرجعوا القلب يضرب عن طريق فهو بقولك هنا بقى جمع لك ايه زي بتاع الاريزمية بنتعامل معها ازاي قالك والله ممكن تكون تاكي ااريزمية ده يعني تجميعة كده لو هي تاكي ااريزمية مثلا واحد ضربات قلبه بيضرب بسرعة نعمله حاجه اسمها يعني ايه تعمله مثلا كاروتيد مساج اللي هو تعمله كاروتيد مساج يعني ايه زي مساج كده على الرقبة بتاعته عشان السمبساتيكتون او القلب اللي بيدرب بسرعة داي اللي شويه انك بتعمل قالك ممكن تعمله ممكن تعالجه ممكن تعالجه فارمكولوجيكا فدي عنوين يعني تدخل له اسطارة وتعمل هتستقص الحاجة وتشيل مثلا غلطة موجودة الاي سي دي تزرع له الجهاز اللي احنا كنا لسه شايفينه اللي هو ده ده اسم الاي سي دي ممكن تعمله تعمله عملية قلب مفتوح لو واحد عنده انيوريزم مثلا انيوريزم يعني حتة فيها انتفاخ كده مؤثر على القلب وعمل مشاكل فبتشيلها انيوريزم في القلب يعني حتة منتفخة من القلب هتاخدوا كلام ده بالتفاصيل ان شاء الله في الباثولوجي وين والفارما تمام كده ده كده كان الجزء بتاع انتاكاريزمي الموضوع صعب جدا خدنا موضوع تقيل الالكلام ده بيتشرح في محضرتين ثلاثة كمان احنا كدنا ايه في 74 بيشكلة تبقى فوق ال فوق الفينتريقل او تحت الفينتريقل ممكن المشكلة تكون فوق الفينتريكل لو فوق الفينتريقل المشكلة المشكلة هي اللي بتدربه سرعه اسمها a ثاءينة ساكotteيو او ممكن يكون ال εκس نود هي بتطلع عند ناباضات عادي سليمة 60 بس النبضات دي لما بتيجي عند الـ EVNUD بتتجنم او تيجي بدل ما تعدى في الـ EVNUD بس تعدي في الـ EVNUD شوية ونفس النبضات تتقسى المسلم تعدي جنب الـ EVNUD في أكسيسوري باثويف هيعمل لك مشكلة دون مشكلتين كده بيخلوا الفنترك يضرب بسرعة طيب ممكن تكون المشكلة مش في الـ EVNUD ممكن بقرة غريبة هي اللي تطلع في الـ في الـ EATRIAM فتخلي الـ EATRIAM يضرب بسرعة اسمها EATRIAM FIBERLATION ممكن تخليه ضرب بسرعة اكتر واكتر واكتر بقول عليها EATRIAL FLATER وبشكل غريب جدا تبقى عاملة زي المنشار دي بتاعت الايه الـ EATRIAL FLATER والـ EATRIAL FLATER بتعمل الـ EATRIAL FLATER اللي هي رعشة كده فين على الـ EATRIAL FLATER يعني المسافات اللي ما بينهم غير متساوية طيب والـ EATRIAL FLATER فيه الغالب ممكن تبقى نرمال طيب يبدأ كده الحاجات المشاكل اللي هي فوق اللي هي فوق الـ الـ EATRIAL FLATER الحاجات اللي تحت الـ EATRIAL المشكلة في الـ EATRIAL وهي بدأ شكل الـ EATRIAL FLATER والأخطر منها ان هي هتبقى EATRIAL FLATER زي ما انت شايف شكلها غير منتظم كده واللي تنده الحالاتين خطيرين جدا حالات EMERGENCY ممكن يتموتوا عيان في حالة دي في الغالب مستخدم الـ EATRIAL FLATER ولو الـ EATRIAL FLATER لو ما رفعتش تديره الـ EATRIAL FLATER كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا يلا بيتطفي ان شاء الله السلام عليكم